اجمل مغنى يا رايتك ترضي يا رايتك مثل الغربة نتلاقك على رمشع عيونها قابل في هوا البقلة الحلوة بالبقلة اماني اماني يا نيل بدي اتصور انا وياك او يا هل الهوا نوينا عشاد نوينا وقلنا اضلب يهدينا نور علينا يا امار نور علينا عبرت الشط على موتك خليتك على راسي يا دل ودله دله ولولا الحب ما حبين امري وامري ما حسين لو دار بك خطأ بالنار سياشين اجمل مغنى مع الدكتور عماد عبيد هالتانين وكلتانين ساعة خمسة بعض الظهر على لبنان اتعافي اجمل مغنى اجمل مغنى مرحبا صارت الساعة خمسة نحن اليوم التانين بسيديو لبنان الثقافي شدوا الاحزمة لحل اجديد وغير شكل من برنامج اجمل مغنى ليه؟ لان بكل بساطة ضيفنا ما بيشبه حدا شب اثر بالاكتار وشكل غهرة وصار هو الحدث بعد ما تخلى عن نجوميته بالغناء وكرس حاله نجم بالايمان مارد الغناء العربي الفنان ربيع الخولة لتحول لعبد للمسيح هالفنان لترك المجد والشهرة والمال وتجرد من كل الماديات ليصير الاب توني الخولة ويعب من خواب الصلاة ايمان ويحمل المسبحة ويمضي معظم اوقاته مع الاطفال ربيع الفن زهر وترك بصمه بجيل ومعظمهم بقول مش معقول اللي عمله منه هين ابدا وفعلا اللي عمله الفنان ربيع الخولة منه هين ابدا صار الابطن الخولة اللي بيع بيته السوداء اكتار بيحس دوعه هالايمان اللي تخبى وزهر بحياته ونحن كمان اليوم رح نرجع نتذكر الفنان ربيع الخولة وبأجمل مغنى بمسيرته الفنية أجمل عشر أغاني أجمل مغنى أنتو صوتتوا مستمعينا لمدة أسبوع المواقع الإلكتروني للإزاعة www.radio-libanculture.com slash vote وأكتر من 38 أو 40 غنية كانوا عم يتنفسوا للمرتبة الأولى أنتو صوتوا وأصواتكم اتعدت المئات والنتيجة صار لازم نعلن جوني حمسي من غرفة الكنترول مساء الخير يعني الأصوات اللي اجت على المواقع الإلكتروني جمعناها مع الأحصات الميدانية اللي انفية فريق العمل وقتنزل على الشرع وسأل شو هنه أجمل الأغاني اللي سمعتون بصوت الفنان ربيع الخولة والنتيجة صارت قدامة عشر أغاني من أجمل مغنى هن ربيع الخولة خلال مسيرته الفنية رح نستعرضون تباعا ومنبدأ مع المرتبة العشرة المرتبة العشرة بتحتلة أغنيتين الأغنية الأولى شو ما عملتي القالب غالب القالب غالب من أرشيف ربيع الخولة منتذكرها سواء بالمرتبة العشرة شو ما لبستي القالب غالب جمالك يا عمبر دايم شو ما لبستي القالب غالب جمالك يا عمبر دايم لطاف في رئي نعومي شو باسمي ونظرة سحريك لطاف في رئي نعومي شو باسمي ونظرة سحريك لي خلائك الله وكسر القالب شو ما لبستي القالب غالب جمالك يا عمبر دايم شو ما لبستي القالب غالب جمالك يا عمد الجايل مطافيرك أنا ومي شباسني ونصره سحريك مطافيرك أنا ومي شباسني ونصره سحريك خدعت الله وكسر الأن القلب غالب معنا وحدة لاحتلت المرتبة العشرة وحنصبتوا سويدكم مستمعين وصلتوا كمان جيدها يا بحر المرمر بالمرتبة زيتا وتعادلت الأصوات بينها وبين القلب غالب بعد ما تذكرنا القلب غالب خلينا نتذكر جيدها يا بحر المرمر بالمرتبة العشرة جيدها يا بحر المرمر ريدها بالقد الأصمر بأيدها تهني لقليب تهني لقليب بأيدها تخليني أصهر بأيدها تهني لقليب بأيدها تخليني أصهر 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 يا بشيدها يا بحر المرمر يا بحر المرمر إذا بدأ بطيدي بتعريف ونحكي شوي عن طون الخولة خلينا يقول شو هو بيحكي عن حاله من البيت الذي احتضنقه طفلا تتألف عائلة ربيع الخولة اللي صار كيهن واسمه الأصل طون الخولة من أب متوفق اسمه فهمي وإم اسماليندا وأربع أخوة سليم سمية سيهام وروزي اللي كلنا بنعرفها كممثلة لبنانية وهو الرابع بأخوته بعد عشر سنين دعاء لأله ولد طوني ونذر لامار أنتونيوس وكان وزنه سبعة كيلو وخمسين جرام توني الخولة وقت سم توني الخولة تيمنا بمار أنتونيوس ودخل سيديو الفن عام ١٩٨٠ وغير له اسمه السيمو أسمر المخرج اللبناني لأسم ربيع خلينا نشوف كيف توني بخبرنا هالقصة وشو كانت رد تفعل ولدته نسمع سوا بصوت التوني الخولة لحديث عن اسمه أجمل مغنى هاي اللي شفوه الناس وطرقوا كل شيء وطبعني لأنه كان في مرحلة زي مرحلة اللي أطعت فيها أنا اللي كانت فيها بالفن هاي هالشفوه وشوي نقطع فكروا أنه هلأ أنا ليلة مفيدة وأمر تركت الشيء أنا مش هك أنا من بعد تسع سنين سليم سمية سيهامها وإخوتي عم عدتون من بعد تسع سنين صلوا أهلي فيجي توني وقالوا إذا بيجي صبي منندروا ومنعطيك يا يا الله ومنسميه توني ومنلقصه مرم توني وعدوا الله أهلي وعملولي مشكل تير كبير لم أستاسي مؤسمة غير دي اسمه في السيديو الفن أول ما طلع اسمي بالسيديو الفن طلع الهاوي ربيع الخولي اسم إنه يقدر يمشي وان مكان ويكون حلو جديد المهم لما طلع الهاوي ربيع الخولي لانشو يخبطوا على راسهم مرم طانوس بده يقتلنا وعدناه من بعد تسع سنين قدامناك لألا تيجي يتغير اسمك هايكي عدت أبكي بدل ما أنا أحضر حالي وأنبسط عدت كيل بيقوطي بعدين هلأ أنا عم برجع بتذكر أنه معون حق مية بالمية يعني ولدتك يا بير توني أكيد هيك حز بقلبه وقتها غيرت اسمك من توني الخولي لربيع الخولي ولكن الاسمين تركوا بصمة عنا نحن المستمعين إن كان الفنان ربيع الخولي وإن كان الراهب اللبناني توني الخولي اللي رجعت على اسمك الأصلي وقتها دخلت الدير خلينا أقول أنه توني الخولي دخل لستيديو الفن عام 1980 والمخرج سيمو أسمر مثل ما سمعنا غير له اسمه لربيع الخولي وخلال حلقتنا رح نشوف المخرج سيمو أسمر شو رأيه بربيع الخولي وطوني الخولي بعد ما فات عدت اشتهر اسمه وصار على كل لسان وبكل بيت بلبنان وجميع الدول العربية خلينا أرجع لأجمل مغنى ونتذكر أنا وياكم أغاني ربيع الخولي اللي ترك يعني بقمة عطاء الفن ترك الساحة الفنية ودخل الدير بالمرتبة التسعة ما رح تصدقوا شو صاير أكتر من أربع أغاني أخذوا التصويت هو زيته خلال الموقع الإلكتروني وتصويتكم مستمعي خلينا ابتدي مع المرتبة التسعة والأغنية الأولى بيلبقلا الحلو بيلبقلا اللي بكتو اسمعي بيلبقلا الحلو بيلبقلا تحكي اللي بكتو اسمعي بدلالك زي شو ما بفرين بدلالك زي شو ما بفرين اكتب على عمري بسمح لك تذكرنا أغنية بيلبقلا وأكيد هي وغيرة من الأغاني الكتيرة اللي أغنت المكتبة اللبنانية والعربية وهون بذكر أنه اسم ربيع الخولي تخطى العالم العربي ووصر بالعالم الأجنبي وصل لأوروبا، أمريكا، أستراليا، كندا، أفريقيا ودامة شهرته للحظة دخوله الدير انتاجه الفني كان غزير جدا أغنيته مشهورة كتير ومذكر منا أغنية اللي لحنة لنفسه ياريت بترضي ياريت حبيبة قلبي تكوني بعمرلك بعيون بيت حيطانه ريفي شفوني وأغاني كتيري وصلت لمراتب عالية من الشهرة هالأغنية هيكا قلت جملة من بدايتها أكيد رح نسمعها تباعا بحلقتنا ورح تكون ضمن أجمل مغنى ربيع الخولي أي مرتبة منعرف سوا بالعودة للمرتبة التسعة والأغنية اللي تشاركت بيلبق له المرتبة هي أغنية ليلة هالأغنية اللي غنيها عبد الرب إدريس واسمعناها كمان بصوت ربيع الخولي نسمع ليلة وأجمل مغنى ربيع الخولي ليلة لو باقي ليلة بعمري أبي هي الليلة واسهر في ليلة عيوني ليلة لو باقي ليلة بعمري أبي هي الليلة واسهر في ليلة عيوني ليلة لو باقي ليلة بعمري أبي هي الليلة واسهر في ليلة عيوني ليلة لو باقي ليلة بعمري أبي هي الليلة واسهر في ليلة عيوني ليلة عيوني ليلة عيوني يا الله وش كثر انت جميلة يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر ما لا احب انا احب يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر انت جميلة يا الله يا الله وش كدر أنا أحب أنا أحب أحلم أحلم بك دايم جنبي أنا صاحي ونايم يلي أيام بدونك مهم للعمر مهم للعمر أحلم أحلم بك دايم جنبي أنا صاحي ونايم يلي أيام بدونك مهم للعمر مهم للعمر ليلة لو باقي ليلة عمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيوني هي ليلة عمر وهي ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة عمر أبيه الليلة واسهر في ليلة عيوني هي ليلة عمر وهي ليلة عمر يعني سمعنا ليلة بصوت ربيع الخولي ولكن من الأغنية الوحيدة اللي رجع جددة بصوته غنى الأطلال لأم كلثوم غنى أنا بانتظارك أنت عمري وأكتر من الأغنية لكبار فنانين العرب وبالعودة لأجمل ما غنى منتبع والمرتبة التسعة بعد ما سمعنا بيلبقلة وليلة نسمع بعدها بقلبي كمان اتقاصمت هالأغنية الأغنيتان اللي ذكرناهن من قبل وبنتذكر سواء بعدها بقلبي وأجمل ما غنى ربيع الخولي بعدها بقلب عيونك بعدها لأفلك كانوا لبعدها بعدها بقلب عيونك بعدها لأفلك كانوا لبعدها هميني إلا لعيونك هميني إلا لعيونك هميني إلا لعيونك هميني إلا لعيونك مش هكير التي تحمل ببعدها آآآآآآآآآآآآآآآآ Nobel بقلب عيونك قادة لأذلك نولا قادة هميني إلا لعيونك مش قادر بتحمل بعدها كما سبق وذكرت ببداية الحلقة أنه توني الخولي دخل استيديو الفان عام 1980 وغير له المخرج سيمو أسمار اسمه من توني الخولي لربيع الخولي نتذكر أنا وياكم المرور الأول للفنين ربيع الخولي بالستيديو الفان ونرجع أنا وياكم كم سنة لأورا لعام 1980 كيف كان مرور ربيع الخولي بالستيديو الفان نسمع السواح نسمع السواح تحديقة سواح من يوم من يومين كنسل مصدام لّم أensored درب خلف الدار مدري حلم مدريشي غفوة عايز صرنا يا قلبي بآخر المشوى أجمل مغنى يعني بحث الصوت اللي سمعناها بالثمانينات هي زيتا عم نسمعها اليوم بالترانيم اللي عم بيطلقها ربيع الخولة أو الأب توني الخولة من 1980 لل2016 صوتك بعده كتير حلو والبحة بعده كتير حلوة بير توني خلينا يرجع أنا ويكوى كل المستمعين لا أجمل ما غنيت خلال مسيرتك الفنية بعدنا بالمرتبة التسعة ومنتذكر سوى نور علينا لهالأغنية كمان بتتقاصم المرتبة هي زيتا نسمع نور علينا بالمرتبة التسعة نور علينا يا أمار نور علينا ده بتعينينا من الصهر ده بتعينينا ده بتعينينا من الصهر ده بتعينينا أوي سألنا وملقينا ده بتعينينا من الصهر 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 أوي سألنا وملقينا اشتركوا في القناة 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 سيمو اسمر وقت دخل رابع الخول الدار وتنازل عن الفن والشهرة وكان بمنافسه هو السوبر سار راغب عليمي وغيره كتير نسمع سوى المخري سيمو اسمر شو قال وقت عارف ان رابع الخول دخل الدار اجمل مغنى رايح على اوروبا رايح على امريكا نقى اسم ما يكون له هوية لبنانية بيور او او اوروبية لانو توني اسم اوروبا اسم امريكاني اسم لبناني بس مش كتير اسم سوري سعودي خليجي بحراني وما اشبه هذلك وبما انو اشنا موصلين بالدول العربية اكتر ما موصلين اه بغنائنا بالغرب نقى ينالو ربيع الخولة وكان كتير لبقلو وما كان حدا بيغني اسمه ربيع بهذي كل ايام وكأنو الاسم كان حامل له الحظ لانو وصل للمرتبة الاولى عن جبل لبنان وبوقتها البرنامج ما تكفها من ورا الحرب اه اخد بس مرتبة اولى عن جبل لبنان كانوا ثلاثة طرعين عن جبل لبنان هو راغب علامي وفي واحد بفتكر توصى على الحصان هني كدتهم طلعوا كل واحد عن محافظة صوته حلو طوله حلو وجه حلو ماغنيه حلو عزيه وكتير حلو كان وموهوب بذات الوقت موسيقى يعني المخري السيمو اسمر متل ما اسمعنا كان طوله حلو وشكله حلو وصوته حلو وبعده متل ما هو يمكن زاد حلا بهالامان لعشعش بقلبه انعكس على وجه اكيد ورح انتبع نحن لقاءنا واجمل ما غنى الفنين ربيع الخولي ومنوصل للمرتبة التامنة يعني الملاحظ انه ربيع الخولي غنى كل المنسبات رح ابتدي بالمرتبة التامنة واغنية ان كان الله بريد ومنتذكرها سوا وهالاغنية برجع بذكر انه احتلت المرتبة التامنة ضمن اجمل ما غنى ربيع الخولي يا حب يا اغلى من كنوز الدني انت وحدك بس اعرف شو بني يا حب يا حب يا اغلى من كنوز الدني انت وحدك بس اعرف شو شو بني كل الاصور الشامخاء بتركع الهك وقدام عرشك كل عرش بينحني انت وحدك بس اعرف شو بني انت وحدك بس اعرف شو بني انت وحدك بس اعرف شو بني ان كان الله بريد رح نخطب على عيد رح نخطب على عيد ان كان الله بريد رح نخطب على عيد وبعد العيد بقوة الله رح نتشوّس قوله إن شاء الله بعد العيد بقوة الله رح نتشوّس قوله إن شاء الله يعمرها البيت السعيد كان الله بريد رح نخطب على العيد كان الله بريد رح نخطب على العيد وبعد العيد بقوة الله رح نتشوّس قوله إن شاء الله وبعد العيد بقوة الله رح نتشوّس قوله إن شاء الله رابع الخول خلال مسيرته الفنية اللي ما بعرف إذا كتار بيعرفه أو لا ولكن غنى كل المواضيع غنى الوطن غنى يا بيروت يا ناطرين وغيرها أغاني وطنية كثيرة وكمان غنى أغاني اجتماعية كثيرة ومعقول ننسى أغنية بعت رفليك هالأغنية لوقتها انزلها ما تركت ولا دمعة بعين أم إلا ونزلت مع سماع هالأغنية ومع الكليب المرفأ فيها وهالأغنية فعلا صوت طولة مستمعينا ووصلت للمرتبة الثامنة ضمن أجمل مغنى مارد الغناء العربي نسمع سوا بعت رفليك وأجمل مغنى ربيع الخولي بالمرتبة الثامنة قبل ما بعد بعت رفليك حب ليك ما كانشي وه قبل ما بعد بعت رفليك حب ليك ما كانشي وه قبل ما بعد بعت رفليك حب ليك كان حقيقة مش صراحة أو حتى حلم لما ضاع العمري مني يملؤك كان لؤامنة وما نادى البرد وصني من حنانك كان دفاة وما جرحي ف prawda زيب خدني حضني كالح حلم وما نادى البرد وصني من حنانك كان دفاة وما جرحي فاربة زيباة خدني حضني كالحلم بعترف لك بعترف لك بعترف لك كنت أم إذا منسأل بيرتوني خولي عن يختصر حكايته مع سيامته الكهنتية بقول صحيح أنه رحيل خي السليم أثر فيه كتير ولكن ما كانت ديفة على دخول الدير بعتبر أنه الحدثين تزيمنوا سوا وبفرق بسيط هو راح لحياة أبدية وأنا اخترت أن نروح لحياة سعيدة دايماً كنت افتقد الفرح الداخلي وهلأ وجدته معقول يكون ندم بعد كل هالسنوات الجواب بالعمر مشوار وقتا كان ضيفنا بيرتوني الخولي نسمع إذا كان ندمين أو لا ومنتبع لقناة أجمل مغنى بخفزة وعشرين حزيران أحلى تاريخ لك بني سنة الألفان تخلى ربيع الخولة عن كل شيء وفيت على الدير إذا رجعت لخمس عشر سنة لورا وبلا ما تفكر بترجع بتعمل زيت الخطوة برجع بإلا البنت أختها عملي معروف طلعيني عكفي فين بدي يفوت على الدير حلو كثير يعني القصة مش قصة إنه بيرجع بيتذكر تفوت على الدير خلص الدير فيك أنت الدير بتصير أنا قلتها وبدأ أرجع أولى الله اللي بيختارك بيختارك من بطن أمك بينفخ فيك وبيقلك هاي دي اللي أنا عم بعمله هلأني ببطن هالأم هاي أنا بدي إياها شو حلو الإيمان وما بيعرف الندم أبدا إن شاء الله تضلك هيك وبرجع بقول أنه دخولك للدير أثر بكتار منه ما أنه هين وهون بقول أنه فيكتار أرانو مع الفنين فضل شاكر فضل لحارب بغض النظر إذا كان صح أو غلط ولكن التزام الديني حملوا إسلاح وراح يحارب ويقتل فحين إيمانه لربيع الخولي خليه يتنازل عن كل المجد الباطل وكل الشهرة المزيفة وراح تدير مباشرة محل جوهر بأسوع المسيح نحن منتبع لقاءنا ومنوصل للمرتبة السابعة لحتلتها أغنية بدي أتصور أنا وياكي نسمع سوا بدي أتصور بالمرتبة السابعة وأجمل مغنى ربيع الخولي بدي أتصور أنا وياكي تتبع الصورة بحبك يا ملاكي نحن اليوم عم نحكي عن ربيع الخول الفنين وبأحدى أحاديثه لبيرتوني بيقول وقته ارجع اطلع لورا وشوف الصور والأرشيف الغنائي بحس كأنه ما إلي علاقة بهالرجل وبكل شيء فيه بالمقابل لأنا معجب فيه وبقدر مسيرته واللي قدمه خلال أعوام عمره الفنية هيك بيختصر الأبتوني خولي نظرته اليوم للجزء الأول من حياته واللي انسدلت السيطارة عليه قبل 16 سنة بـ 25 حزيران عام 2000 وأتأرر دخول ديرك في فن نحن منحبك منحب ربيع الخول الفنين وصوته وأغنيه ومنحب كمان الأبتوني الخول الراهب اللبناني الماروني اللي كمان عم بيغني المكتب الروحي بترانيم وبحضوره ولكل اللي بحبه بيرتوني فيكن تتلاقوا فيه بالمدرسة المركزية بجونيه هو مساعد مدير القسم الابتدائي وكمان بيقدس بكنيسة قلب يسوع وكتير حلو الإدليسة والمشارك بالذباحة الإلهية اللي بيترقسه بالعودة لأجمل مغنى ربيع الخولة منوصل أنا ويكون مستمعين لنكشف عن المرتبة السيدسي الأغنية وطنية يا ناطرين شو ناطرين منسمع سواء هالأغنية اللي احتلت حسب تصويتكون المرتبة السيدسي يا ناطرين شو ناطرين من يلي سرقوا الشمس من يلي باعوا الريح من اللي باعوا الضمير من اللي باعوا الوطن وعملوا بيوت أكبر من مساحات الوطن يا ناطرين شو ناطرين يا ناطرين شو ناطرين من يلي فأحروكن من يلي جوّعوكن كلّي سرقوا أموالكن من يلي باعوا لاتكن واشتروا أغلى حجار وبنيوئلهن أصول يا ناطرين شو ناطرين صوروا جي مرة صوروا وقفوا بها السحار قولوا لن أنتوا سرحتوا قولوا لن أنتوا قتلتوا قولوا لن أنتوا قتلتوا الناس الوطن والحلم وعملتوا منها القرّة مالجل في الريزيين صوروا جي مرة صوروا قولوا لن مرة لا قولوا جي مرة لا يا شعب الما بتزور رح بتطلّك مأهور هلّقوا قافوا بوجهم يا رح بتقامك سور يا رح بتقامك سور في أغاني كتير هلّا سمعنا يا ناطرين وسمعنا أكيد أغاني باعترف لك سمعنا نوّر علينا أغاني كتير سمعناهن خلال حلقتنا ولكن في أغاني ما دخلت ضمن أجمل مغنى ما بعرف إذا جوني في سمعنا هيك بعض الأغاني اللي غنّيهن ربيع الخول خلال مسيرته الفنية ومنّن موجودين بسباق أغنيتنا منّن لو دربك خطر لولا يا دلّو معك حق ومعك حق عبرت الشاطل أغانيها للقيصر قاظم السهر وأغاني كتير يا بيروت يعني ما بعرف أماني أمان جوني فينا نسمع هالمدلي لكن بنسمع أجمل ما غنّا بذكر أنه كل هالأغاني منّن ندخلين ضمن سباق أغنيتنا نحنا وصلنا للمرتبة السادسة خلينا نسمع هالمدلي مع المخرج جوني حمصي وبعد مباشرة إلى المرتبة الخامسة أنا جاي أعتزر غاي في خون الحكيم حامل بإيدي زهر يحكي عن شوقيلك وقت اللي بتزعلي بهجور الناس الإليم اسألي لمخدّس قالي شو دهت من ريبك ما حقّ عليّي أنا بعترف غلطات يا أحد نغرق من خلق إنسان بعترف غلطات يا أحد نغرق من خلق إنسان أنا جاي قعد تذر خايفي يقول الحكيم حامل بإيدي زهر يحكي عن شوقي لكي من فضلك عندي سؤال يا حلوي ويا مهيوبي قولي يا بنت الحلاب عزبة ولا مخطوبي من فضلك عندي سؤال يا حلوي ويا مهيوبي كون يغيب الحلام عزفي والليم مخطوق قمني قمني القمان يا ليلي القمان يا ليلي قمني قمني أماني أمان تشغل بالليل زنوني تتعب بالنوم عيوني ولي 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 على حبك أماني أمان تشغل بالليل زنوني تتعب بالنوم عيوني ويلي 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 على حبك آماني آمان لو دار بك خطر بالنار مسياجي والقعدة مطر وانتي محراجي لو دار بك خطر بالنار مسياجي والقعدة مطر انتي محراجي اسمك لو خطر بالنار مسياجي والقعدة مطر انتي محراجي لو دار بك خطر بالنار مسياجي والقعدة مطر انتي محراجي عبرت الشط على موتك خليتك على راسي كل غطة أحسب الموت وجواش هجنفاتي خليتك أعز ناسي عبرت الشط على موتك خليتك على راسي خليتك على راسي كل غطة أحسب الموت وجواش هجنفاتي خليتك أعز ناسي قل هذا وقلت أمرك أحلم دل عسل مرك وين تريد أروح وياك بس لا تجراح أحساسي قلتك وين تريد بس لا تجراح أحساسي دل عدل 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 ونسينا اللي حبونا ويا معلينا جنات قصة هيتمامرنا وحلوة بأولا نحن اللي حبيناهم نسيونا ومحنوهم ونسينا اللي حبونا ويا معلينا جنات قصة هيتمامرنا وحلوة بأولا ولولا الحب ما حبيت أمري وأمري ما حبيت سماني وما حدا ليعيش ولولا الحب ما غنيت ولو من بحر ما مليت وحور الدنيا ما تكفيش ولو بالحب أنا ما أبدا معي لولا لولا كان لولا لولا كان لولا أنا ما أحب فيه نسمع سوا نوينا على الجازي نوينا لحسب تسويتكم مستمعينا وصلتوا لتحتال المرتب الخامسي لما أحد حدا يعطينا 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 وين عشاز نوينا وقلنا الله بيهدينا وين عشاز نوينا وقلنا الله بيهدينا لما صفينا النين حبيناها الصابي موسيقى عم نقرب شوي شوي على المرتبة الأولى ولكن كمان نحن بحلقة خاصة مع الأب توني الخولي أو مع الفنان رابع الخولي هالفنان اللي كان عنده أصحاب كتير من الوسط الفني بذكر ما بده هيك على سبيل المثال مش الحصر والكفوري نجوة كرم فيرس كرم يعني في عنده أصدقاء طار من الوسط الفني ومنهم بوجهولو تحية نسمع سوى مالك الرومانسية والكفوري شو بقلو لرابع الخولي معقول يحصده ويمشى على خطا نسمع سوى مالك فوري شو قال للأب توني الخولي أجمل مغنى تحيتي لأبونا ربيع هو بحبني بس بتقلي محبة الناس مش كتير مهمة أنا مفصود في كتير لأنه الله بحبه وهذه ساعة كتير مهمة بحثوا عليها في قولت سيدنا يا سوى المسيح بقول بترك كل شيء واتبعني هيك بحدثتنا بصيريت الأبرابع الخولي تعمل بأصعب قول ممكن أن واحد يعمل بدني وعجاز بحثوا على هالنعمة اللي الله عطي إياها وهالدعوة السماوية إنه واحد يتخلى عن كل شيء اسمه مظاهر ومغربيات الحياة ومش بس هيك ويتبع ربه شو بعد بدي زيد الله يهدينا يعني حلو كل فنان يخاف الله وكمان أغنياتك كتير حلوين وأعمالك وأنت رب عيلي عندك مشال وبانتظار مولودك التاني كمان منه هين المسئولية اللي عم بتقومه والأعمال الحلوة اللي عم بتقدمها نحن منتبع لقانا ومنوصل للمرتبة الرابعة نتذكر سوى أغنية يا أهل الهوى بالمرتبة الرابعة وهي الأغنية اللي صوت طولة لتحت للمرتبة الرابعة يا أهل الهوى أجمل مغنى ربيع الخول يا أهل الهوى لا تلومونا لا تلومونا قول قولنا اسمعونا اسمعونا يا أهل الهوى لا تلومونا لا تلومونا قول قولنا اسمعونا اسمعونا بشينا نصيد الحبايب قبل مصيدوا نصادونا يصطادونا وياهل الهواء لا تلومونا وياهل الهواء لا 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 لاتلومونا لا 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 نمور ثلاث أغاني وثلاث مراتب يا أهل الهواء أكيد احتلت المرتبة الرابعة ولكن أي أغنية احتلت المرتبة الثالثة أغنية اللي احتلت المرتبة الثالثة هي أصلا منى لربيع الخول هي للفنان الكبير الراحل وديع الصوفي يمكن كتار ما بيعرفوا الشي لأننا عرفت كتير بصوت ربيع على رمش عيونها وأنا كنتي طبيب الهواء نتذكر سواء هالأغنية لحملة عنوانين على رمش عيونها وطبيب الهواء وبحسب تصويتكن مستمعين خلال أسبوع كامل على www.radiolebarculture.com slash vote وبالنسبة للتصويت والأحصاءات الميدانية لإنفع فريق العمل وصلت هالأغنية للمرتبة الثالثة نسمع سواء على رمش عيونها وأجمل مغنى ربيع الخول على رمش عيونها قبل في هواء طرع لي مني وقلبي هواء على رمش عيونها قبل في هواء طرع لي مني وقلبي هواء وأنا ياللي كنت طبيب الهواء والأهل العشق ببيع الدواء وأنا ياللي كنت طبيب الهواء والأهل العشق ببيع الدواء من نظره لايتني صريع الهواء من نظره لايتني صريع الهواء يا أهل العشق ببيع الدواء على رمش عيونها قبل في هواء طرع لي مني وقلبي هواء على رمش عيونها قبل في هواء طرع لي مني وقلبي هواء المرتبة الثانية أنا شخصيا بحبه كتير وأغنية رائعة ومثل ما اسم البرنامج أجمل مغنى وفعلا أجمل مغنى أو من أجمل مغنى ربيع الخولة خلال مسيرته الفنية مثل الغربة منتلاقها على نفس الطريق نسمع سوا هالأغنية ومنتذكرها سوا وبذكر أنه هالأغنية احتلت المرتبة الثانية ضمن أجمل مغنى ربيع الخولة مثل الغربة منتلاقها على نفس الطريق مثل الغربة منتلاقها على نفس الطريق ما بتحسبني منرفاقها ولا بتنشط غريق بعيني دمعة حرقها وبقلبي حريق بعيني دمعة حرقها وبقلبي حريق وهي مثل مشتاقة بعيني دمعة حرقها على نفس الطريق مثل الغربة بيبقى نكشوف عن المرتبة الأولى أنا صراحة بدي ضل اسمع مثل الغربة يعني كثير حلوة هالأغنية ما بدي تخلص ولكن الوقت عم بدهمنا ونحنا صار لازم نختم وأجمل مغنى اليوم لبس أبها حلة مع الفنين اللي بناني ربيع الخولة لتخلى عن كل شيء إلا عن لقب واحد وصار الأب طون الخول هلأ أغاني تبعا نسمعنيها هن لربيع ولكن في غير كثير بعد خليني أقول كمان أنه في كثير أغاني ما نلقلهم نسمع بصوته لولا الملامة لأطلال أمل حياتي أنا بانتظرك وأغاني كثير غيره ولكن بيبقى المرتبة الأولى نكشف عن هويته قبل ما نكشف عن المرتبة الأولى خلينا نسمع الأب طون الخولة شو بيحكي عن الثروة المادية شو الوصية الأخيرة قبل ما نختم حلقتنا معه واسمح لنا نوجه لك التحية بير طوني واسمح لنا حلقة أجمل مغنى اليوم تكون نوع من تحية لألك لأعملك الفنية وأكيد لشخصك لمنحترمه ومنجله منسمع سواء لكان الوصية الأخيرة من الأب طون الخولة وبعد مباشرة منعلن المرتبة الأولى ما إله يسوع إذا مسيحي عم يسمع هاي مش جديدي عليها بدي يرؤى حياته ويدرب فرام ويقول شوف المعلم تابعك لأنت لاحقه إذا أنت مسيحي مسيحي لكان في معلم اسمه يسوع المسيح يلي أنت لاحقه يلي هو وإنت لاحقه لها الإنسان الزعيم تابعك لكان شو قال يسوع المصريات؟ شو قال عن المصاري؟ إله تاني لا تعبدوا ربي إله تاني لا تعبدوا ربي باك تعبد الله ولا باك تعبد المال طب شو صار بالأموال ربيع الخولي كلهم؟ مرة سألني قبل بستة شهر كنت بدي يفوت على الدار وايكي وبالعين كذا جورج بام الخوري هوك وسيمو أسمر يقول لي بش عرفك؟ ضلك شي ستة شهر بعد ونخلص هالكونترية وبتروح مع الحل ما بدك شو قالت شو قال الروح فيي؟ مش أنا أنا ماشي شو قال الروح فيي؟ قال لهم الروح بالثان بالثاني أنا يعني إنو عم بيحكي قال لهم يلي بيموت بيرجح بيقوم خوت اني طلعوا فيهايك قالت لهم أنا ميت هلا يو عم بحكيكم لين تحكوا مع ميتين؟ حدا بيحكي مع ميت؟ ما الميت إذا بيقوم من القبر تخافوا منه بطهربوا فجين تحكوا معي ما أنا متت رح أرجع قوم خلصت هاو متقيل بعد وصية وصوت ربيع الخولي أو الأب توني الخولي بينتهي الكلام وأنا بدي أقول بدي أودعكم بدي أشكر إيمانك بار توني الخولي وأنا مصر أقول أترك كل شيء إنو أتبعني هيدا اللي أنت عملته ومنه هيا أبدا تكون بالقمة وترترك كل شيء وتلبس العبية السوداء وتصير راهب لبنانة مارونة نحنا منشوف حالنا فيك بإيمانك وبهالخطوة الجبارة اللي عملتها أجمل ما غنى اليوم بيكون انتهى وقبل ما أعلن عن المرتبة الأولى راح أقول أن الأسبوع المقبل تحديدا التنين ساعة خمسة راح ننبش أنا ويكون مستمعينا بأرشيف الفنينة كارل سميحا شو أجمل ما غنت كارل سميحا فيكم تدخلوا منها اللحظة على www.radio-libanculture.com وتصوتوا لأجمل أغاني كارل ونحنا جمعة الجي منعرض المراتب تباعا من المرتبة العشرة للمرتبة الأولى وقبل ما أقول شكرا لجوني حمصة على الإخراج الإزاعي خليني أقول أن الأغنية اللي احتلت المرتبة الأولى وبحسب رأيكم مستمعينا كانت أجمل مغنى ربيع الخولي خلال مسيرته الفنية هي أغنية ياريت بترضي ياريت حبيبة قلبي تكوني اسمعناها بصوت ربيع ورجعنا اسمعناها بصوت البابستار رامي عياش وختم الكليب بتحية للأب توني الخولي ونحنا كمان منختم لقاءنا بتحية لألك ومنسمع أنا ويكون أجمل مغنى ربيع الخولي وياريت بترضي ياريت أجمل مغنى ياريت بترضي ياريت حبيبة قلبي تكوني تضمر لك بعيوني باي وحيطانه ريف شهوني ياريت بترضي ياريت ياريت بترضي ياريت حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني باي حيطانه ريف شهوني موسيقى 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 وبخصص موسيقى 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 ياريت بترضي ياريت حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني باي حيطانه موسيقى 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 بمشي حدك ليل نهار يدعى خسرك زي النار بمشي حدك ليل نهار يدعى خسرك زي النار واللي بده يغار يغار بلوموني واللي بده يغار يغار بلوموني ياريت التردي ياريت حبيبة قلبي تكوني بعمرلك بعيوني بايد حيطان وريف شهوني ياريت التردي ياريت حبيبة قلبي تكوني بعمرلك بعيوني بايد حيطان وريف شهوني ياريت التردي ياريت حبيبة قلبي تكوني بعمرلك بعيوني بايد حيطان وريف شهوني اجمل مغنى مع الدكتور عماد عبيب هتنين وكالبنين ساعة خمسة بعض الظهر على البنين الثقافة اجمل مغنى